انطلقت المرحلة الثانية لتطوير مراكز الشباب بقرى الريف المصري والتي يبلغ عددها نحو 843 مركزا بالمحافظات المختلفة تهدف مراكز الشباب إلى تقديم الخدمات المجتمعية كافة وتفعيل دورها في التنمية وبناء الإنسان انطلاقة جديدة لمبادرة حياة كريمة بالمحافظات جاءت بإعلان تفاصيل المرحلة الثانية لتطوير مراكز الشباب بقرى الريف المصري والتي سيبلغ عددها 843 مركزا بالمحافظات المختلفة بهدف تحويلها لمراكز تقدم الخدمات المجتمعية كافة وتفعيل دورها في التنمية وبناء الإنسان نهارده اجتماع كبير للعشرين محافظة موجود في عشرين مدير مدرية عشرين وكيل وزارة وايضا وقلاء وزارة مركزيين في الوزارة علشان تتبع مع لجنتنا لجنت حياة كريمة الحياة بالناقش تكلفات الموجودة للإنشاء نسب الإنشاء فيه يعني احنا عندنا 1031 مركز شباب ما بين التطوير وما بين الإنشاء الجديد حاولين 260 مركز شباب منهم إنشاء جديد للباقي التطوير عندنا يعني تقريبا نسب الإنجاز متوسطها زاد عن 80% اللجنة بتتبع بشكل كبير جدا مع مجلسه الوزارة ومع مساعد رئيس الجمهورية لمشروع حياة كريمة احنا من بداية تكليف سياد الرئيس عبدالفتاح السيسي لينا مشروع حياة كريمة انه هو مشروع قومي ولازم يستهدف كل قرى مصر الأكثر احتياجا احنا كوزارة بدأنا على طول ننفذ توجيهات سيادته واستهدفنا عدد مراكز شباب كتير جدا في الوزارة في كل المحافظات احنا بدأنا بعشرين محافظة وخلال المؤتمر تم استعراض إنجازات مبادرة حياة كريمة لتطوير مراكز الشباب في مرحلتها الأولى بالإضافة للحديث حول أسلوب التشغيل بالمراكز بعد استلامها والإعلان عن آليات التقدم لتطوير المراكز بالمرحلة الثانية التي ستبدأ مطلع يوليو المقبل حياة كريمة مبادرة فخامة الرئيس احنا استفدنا منها كوزارة شباب الرياض على مستوى العشرين محافظة ألف وثلاثة عدد المراكز الموجودة بجانب أربعة وخمسين مركز شباب يقوم بتنفيذهم وزارة الشباب والرياضة ويمكن داللي كان ننوهنا عليه من شوية احنا قلنا انحنا انتهى من الإجمال كله انتهى مية وستة عدد مركز شباب تماما وتم تنفيذهم لمديرات الشباب والرياضة وهو جار العمل على إنه دايما يتنفذ فيهم أو يبدأ يتنفذ فيهم والأنشطة والبرامج الثقافية والفنية والرياضية لمستفيد حياة كريمة اللي هما كرة الريف المصري نقلة نوعية كبيرة تحققها مبادرة حياة كريمة في تطوير مراكز الشباب بقرة الريف المصري للارتقاء بحياة المواطن تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بتطوير كل الخدمات محمد جميل التلفزيون المصري